السلام عليكم ورحمة الله متابعنا لأعزاء ومتابعي قناة دعم الدرسي مرحبا بكم مرة أخرى على القناة اليوم سيكون لدينا درس جديد من دروس الفيزياء بالنسبة للمسواة الأولى إعدادي الدرس لغيزيستانس إلكتريك أو المقاومة الكهربائية بالنسبة لباقي دروس الأولى إعدادي كنخليها لكم دائما في الرابط أسفل الفيديو كذلك الرابط ديال فروض التانية ديال الدورة التانية كلها غنخليها لكم في الرابط أسفل الفيديو سواء في الفرنسية أو للريادية أو لجميع المواد كما مول فينا على قناة الدعم مدرسي كنتمنى يعني تتخلىوا لنا لكومنتر ديالكم و لجيم ديالكم لهاد الفيديو هدا إذا نبدأ على بركتي الله إذا أول حاجة غادي نشوفها هي أشن هي الغيزيستانس إلكتريك إذا هاد شلي كيباليكم هدا هاد شلي مدورين علي بالحمر هدا هادو هما لغيزيستانس هما هاد الأشكال هدي مثلا اللي فتحنا شي جهاز بحلقة كان كهربائي هاد لغيزيستانس هاد الأشكال هادو ولي كيكونو سفيري كنم دائريين بهال الشكل هادا وفيهم هاد لبند بهال الألوان هادو إذا هاد هما لغيزيستانس إلكتريك إذا نشوفها الدار سيكون موصيل اومي كي تسمى موصيل اومي كندوقتر اومي هنشوفو كالي سان رول دان سيركوات الكهربائية وانشوفو كالي لغول ديزانو كولوري كي ستروف دسو وانشوفو الدور ديال هاد ديزانو كولوري هاد هاد الحلاقات الملوان ايدان غنبدو بالسيمبول ديال هاد الكندكتور اومي ايدان هو فشكل ديالو كيكون بحلاقة فالحقيقة ولكن كالرمز صيبولي هاد الرمز هاد اللي كتكون فيه اغ يعني البداية ديال غيزيستانس ايدان دابا غنضحلو في الترس مباشرة ايدان نوسيان دو او لغيزيستانششنو والمفهوم ديال لغيزيستانس رمضاو بالكندكتور اوميك او للموصل الامي ايدان ان كندكتور اوميك ايدان ديبول دي فورم سيلندريك يعني عن حلا شكل استوانه هو واحد ديبول يعني ثنا يقطب عنده قطب من هنا وقطب هنا ولكن انا مش عنده قطب موجب وقطب ساليب لا لبورن ديالو سان ايدانتك لبورن ديالو الاقطاب ديالو بحال بحال ما عندهش بورن پوزيتف أو البول positif واحد نيغاتف سا في إدن un conducteur عميك اتن دي بول يعني عندو جوج ديال لبول دي كتعني دو دو فرم سيلندري كالبشكل استواني دان لدو بورن سان إدانتك لسيمبول نورماليزي دو كوندكتور عميك هو هادا لشفتان إدن ملي كنبغي رسمو فالدارة الكهربائية كن دياللي هاد سيمبول نورماليزي ديالو اللي في الحرف ديال اغ في الواسط ديالو إدن نشوفو لغول ديال كوندكتور عميك الدور ديالو إدن باش نعرفو الدور ديالو سني انوا غرياليزي هاد لدو منتاج هادو إدن المنتاج اللول يعني وحد دارة كهربائية فيها وحد لامپير متر كيشير لنا التسعين ملي امپير شوفو الإضاءة ديال هادا ديال لالامب كيف اجديرا هنايا اجدرنا زدنا في الدارة وحد الكندكتور عميك لاحظ معايا الإضاءة كيفاش ولاتو شوف ليا الانتانسي تيش حال ولاتو لات ربعين ملي امپير فهم إدن وقعو حال تغير مليزنا وحد الكندكتور عميك هنايا إدن غنشوفو الملاحظات وغادي نفسرو هاد نتائج إدن ديالو منتاج ا لالامب بري نوغمالمن شوفنا أنف هاد المنتاج اللول لالامب بري نوغمالمن شعلا عادي ان اجوتاو الكندكتور عميك انسري لالامب بري موا في المنتاج تاني إدن مليزنا وحد الكندكتور عميك لالامب بري موا دن لدوزيام منتاج إدن لاجو دوكندكتور عميك انسري دن لسيركو إلكترق كيف يدير ديمنو لانتانسيتي ديقوران إلكترق كي نقصلين من شدة ديال طيار الكهربائي هذا هو الدور ديالو هو الحماية يعني كيكونو عند مثلا وحد ديل كينا في الدارة الكهربائية ديال يعني ديك بحل البولة صغيرة اللي كتشعل مليك يكون ديس فيها الطيار الكهربائي مليك تكون عنا هديك خاصي دوز فيها طيار كهربائي قليل اللي لبقت ديس فيها طيار كهربائي كبير غادي حرقها إدن الدور ديالو هو بحل حماية لها دوك الأجهزة الكهربائية إدن كاكونكلوزيون يعني وحد السنتاج أو الخلاصة أن كوندكتور أميك يكاركتريزي برغاندر إلكتريك أبلي ريزيستانس إدن هاد الكوندكتور أميك هاد موصل الأمي كي تميز بوحد المقدار يعني الكهربائي كي تسمى لغيزيستانس عندو حد مقدار يسميتو لغيزيستانس إدن كل كوندكتور أميك عندو وحد المقاوامة المقاوامة كي قاوم لنا مرور الطيار الكهربائي ما كي خليش إدوز بدك الشدة اللي كان عليها في الأول سات غراندر سنوت رمز 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 إدن السمبول ديال هاد الرزيستانس هو رمز 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 بحال يعني الامبار و بحال الفولت وهادو كي كون عندو دي ملتيبل دي سو ملتيبل إدن إدن أي دي سو ملتيبل دول إدن من خلال هاد الجدول لعطونا ندير تحويلات كنخدمه بهاد الجدول إدن الميجا اوم الكيلو اوم والميلي اوم وكلهم بعدين بتلاتة ديال الخانات إدن من الكيلو ولا من ميجا اوم كندرب في آلف من الكيلو اوم من الميلي اوم كندرب في آلف والعكس 1 كيلو اوم 1 ميجا اوم 1 ميلي اوم 1 ميجا و INTENSA 1 ميجا لدي من الصفر 1 ميجا ويرجاء 1 ميجا 1 ميجا 3 ميجا 1 ميجا 1 م 1 ميجا 1 ميجا 1 ميجا شوف معي هذا المونتاج شوف معي المونتاج هذا وهذا هنا خصت تكون المونتاج 1 عندي هنا يا شحل القيمة ديالغيزيستانس بالنسبة لها فيها 47 اوم هذا فيه 100 اوم بفهم؟ إذن من اللي غاديين قيصوا شدة تيار هنا بطبيعة الحال هنا أنا مغاللقوهاش هي هنا بطبيعة الحال هنا لكانت واحد القيمة هنا خصت تكون قل منها علاش لأن القيمة ديالغيزيستانس طلعت بطبيعة الحال غاديت نقص لنا قد ما زادت يعني القيمة ديالغيزيستانس إلا وقلت لنا يعني الانتونسيتي ديال الكورن بطبيعة الحال شوف معي هنا إذا هنا المصباح باقي كيضي يعني بشكل مزيان ولكن هنا من اللي طلعنا القيمة ديالغيزيستانس إذا لا لنب بري مو قل يعني قلت الإضاءة ديال هاد المصباح هاد علاش لأن الاريزيستانس طلعت إذن كرماك إذن موسيقى لأن الإجرائيزيستانس ديالغيزي surprised هادشي ديالغيزيستانس غدما تنقس يعني لانتونسيتي ديال consonant فو حد الدارة كهربائية le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit qui n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique يعني فين ما حطينا هدل الغزيستان وكيف ما branchيناها لأننا عندها les bornes بلج بحل بحل يعني ما شي عنده زائدونا قيس باش نقولو لا زائد خصي يكون مع زائدونا لا هي عندها les bornes إدانتك إذن فين ما حطيناها وكيف ما branchيناها ما كي أطرش على القيمة ديال شدة طيار الكهربائي هدو كملاحظات دابا غنشوفو كيفاش كنقيسو la résistance électrique كما شفنا كيفاش كنقيسو la intensité ou la tension مثلا volt metr أو يعني كما شفناهم في الدرو السابقة دابا غنشوفو كيفاش كنقيسو la résistance électrique إذن إما كنستعمل 1 metr هذا اللي كيكون فيه يعني العادي هذا اللي كيكون فيه هدل إبرة أو لكنستعمل الملتي متر وأغلبية هده هو اللي كنخدمو بي ون نتوليز الملتي متر en fonction 1 metr إذن كندورو في الجيهة اللي فيها الأو هذي باش نقيس الغزيستانس إذن بغيت الانتنسيتي كندي هنا بغيت التنسيان إذن كندي رجيت الفولت بغيت دابا المقاومة كندورو هنا أو بطبيعة الحال كما بالنسبة جميع الحالات كنبدأ بالكاليبر البلوغران لأن كندب الكاليبر الكبير وعذا كندن نقص حتى كندق واحد القيمة اللي بين يعني مضبوطة في الملتي متر هاتشي قد تطبقوا يعني هاتشي كي بغيت تطبقوا وغد تطبقوا إن شاء الله في الأقسام إذن دبار نشوفو كيفش كنقيسو لرزيستانس إلكتريك بأ نوم متر إذن pour mesurer لرزيستانس إلكتريك ان نتلوز un multimètre en fonction en mètre dont le symbole normalisé هو هدا إذن اللي كان بغين ندخل واحد يعني يرسم le symbole ديال وكان ديال بحالك تهو عندو جيها كددخل في القوم و جيها كددخل في الجيها ديال لرزيستانس إذن ان شوازي لابرن قوم et لابرن portant لسمbole وميغا كان اختارو اللي فيها الوميغا و القوم المشترك بينتهم كاملين بطبيعة لحال ان برانش ديال ملتيمتر او دي بورن دي كندكتور اوميك إذن ملي كان بغين قيس المقاواما ما كان قيس هاش في الدارة الكهربائية لا كان ناخد الرزيستانس بوحدها او كان برانش مع الملتيمتر كان ناخد الرزيستانس بوحدها ان برانش ديال ما كان تكونش داخل الدارة دائمان كان نخسر الكاليبر اللي بلوز او كان نقص بوحد ان ديميني سلوي سي جس كا تخوف اللي بلوز بالكاليبر سوپريور على الرزيستانس اذا دائمان كان دا بالكاليبر الكبير وكان دا نقص حتى تعطيني قيمة يعني دقيقة هاده الطريقة الاولى باش كان قيس يعني الرزيستانس ديال هاد الكندكتور اوميك اما كان سعمل الملتيمتر بالفنكسيون ديال اوميك او لا كانستخدم هادوك لزانو كولوري باش هاده هو الدور ديالهم باش كان نعرف القيمة ديالها اذا كالي لغول ديال ديال كي ستخوف دسو اشنو الدور ديال هاد لزانو الملونين هادو الدور ديالهم اننا كان نقص بيهم يعني لغيزيستانس ديال هاد الكنديكتور اوميك اذا لاحظ معي هنا فيها بزاب ديال الالون فيها ربعة ديال لزانو هاد لزانو احنا قنعرف هم لاش كاليقو اذا اللانو اللول تيحدد لنا اول رقم في الغيزيستانس و لانو التاني كيحدد لنا تاني رقم و لانو التالت كيحدد لنا عدد الاسفار احنا تشير انتبقو بيش تفهم و هاد كيحدد لنا البرزيزيان اغلبية ما كان كتبوهج كيكون اما دوغي اما ارجنتي ادن لانو الول pour البرمي شفر لانو التاني pour البرزيزيام شفر ثوزيام الانو pour البرزيزيان و هنا كيحدد لنا يقولنا لبرزيزيان إلا كان دهبي كيكون 對不對 كيحدد في اض plast meidän 5% لان cascade الانو إذا في البرزيزيان البرزيزيان البرمي انو مزيزيان كيicy متل دا رزيستانس. 3 يمانو كوريسپان او نمبر دا رزيستانس. لكاتريمانو كوريسپان او نا عالا 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 دبار نا ديرو التطبيق. ولكن قبل نا ديرو التطبيق سن عرف كل اللون شحال الراقم لكي وافق ادن او نا عالا نا ساعمل لكود ديال كولر. سا فى pour trouver لعالا ديال كولوري كي ستخوف دوسو ادن شا كولور كوريسپان اا ان شفح كل اللون كي ناسب واحد الرقم شوف معايا هاد الجدول هادا ادن لو الاسود هو الصفر البني واحد الاحمر هو اثنان البرتقالي ثلاثة الاصفر ربعة اخضر خمسة الازرق السل بنفسجي سبعة رمادي سمنية والابيض تسعود هادو خسكم تحفظوهم او الفورود بعض المرات الاساتي ذا كي يعطي هاد الجدول هادا باش تعاون به وكين واحد الجملة اللي سقدر تحفظها باش تبقى عاقل على الترتيب ديال هاد الالوان هادا من الاسود الى الابيض اذا نطبقو دابة مثلا بغينا نعرفو لغيزيستانس ديال هاد الكون ديال اول حاجة هاد لانو الدهبي وللالاجونتي يخصو يكون عندي عليمن اذا خصو ندورها تخلي اش بحالك خصو ندورها لاجونتي اول دوري كيكون عليمن وكان هادا هو الول اذا هادا بني اذا كي ناسبو الواحد تبقى نكتب اغ تساوي البني هو الواحد تسافي هو اول رقم في الغيزيستانس ثاني شنه هو الاسود زيرو هو الرقم الثاني الاحمر شنه كيوافق الاحمر جوج ولكن نكتب جوج لانو الثالث كيوافق عدد الاصفار عدد الاصفار اذا هادا القيمة ديال الالوغ ديال الريزيستانس هو الف اوم الاف اوم هنشوفو تسطبيق واحد عندي دابة غن اون وان وان ديترميني الالوغ دياريزيستانس عفوان سويفان اذا عندي هادا الدهبي اولا الدهبي اولا الارجنت كيكون لليمان وكن بدا اذا الاخضار شحال القيمة ديالو اخضار هو خمسة البوني هو شحال هو واحد بالنسبة للغوج عدد الاصفار اذا هذا الرقم الول هذا الرقم الثاني والثالث عدد الاصفار قلنا لغوج اذا المارون هو اول رقم اذا واحد الرقم الثاني نواغ هو صفر بالنسبة للثالث نواغ اذا شحال من صفر غنكتب ما غنكتب التصيفر مش غنكتب صيفر لان هادا الانو الثالث ركي وقع اخطأ هادا الانو الثالث هادا عدد الاصفار اذا كان نواغ اذا ما غنزيد حتى صيفر وغتكون هنا القيمة الريزيستانس هي عشرة اوم اذا بالنسبة الريزيستانس او الكنديكتور اومي كالتالت اذا الاصفار هو ستة الاسود هو الصيفر المارون يعني الانو الثالث هو عدد الاصفار شحال غنزيد صيفر واحد صافي اذا صيفر واحد المارون هو واحد اذا غنزيد صيفر واحد وغتعطيني ستميت اوم اذا عندي الورانج يعني رقم ثلاثة الورج اشمل رقم كيوافق كيوافق رقم اثنان بالنسبة اللوفير تم الانو تالر كيعطيني عدد الاصفار بالنسبة الاخضار كيعطيني كيوافق الرقم خمسة اذا غنزيد خمسة ديال الاصفار وغتكون عندي تلتمية وعشرين الا مشي تلتمية طريقة باش كنخدم لنعرف يعني القيمة ديال لغيزيستانس سواء اما قلنا كنستعمل ملتيمتر ما كانش ملتيمتر كنستعمل هاد الكود ديال كولور ديال لغيزيستانس كنتمنا تكونوا فهمتهم تلقى ان شاء الله مع سرير ديال اكزيرسيس اللي كتشرح هاد الدرس هذا وكذلك في الفروض رحكين تطبيق مباشر